بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج فتاوى وسوف نعرض بإذن الله تعالى أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السلام عليكم معالي الشيخ صالح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبرك الله فيكم وفي علمكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء ونذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسال النصية والويتساب فقط 05-01-78-5536 حياكم الله جميعا بداية حفظكم الله هذا أحد الإخوة بعث يسأل عن تفسير قول الله عز وجل في سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الله سبحانه وتعالى إله في السماء وإله في الأرض بمعنى أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم أيضا له سؤال آخر يقول ما تفسير قول الله عز وجل في سورة الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون نعم في هذه الآية الكريمة توجيه من الله تعالى أن المسلمين لا يستعجلون مع الكفار فيحصلوا الانتقام بل عليهم أن يتأنوا معهم ويتلطفوا معهم من باب حسن الأدب وحسن طريقة الحوار ولعلهم أن يتأثروا بآداب الإسلام فيحبوا الدخول فيه نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله مع علي الشيخ هذا السائل يقول ما حكم التوسل إلى الله بأفعاله أو دعائه بها نعم يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته صفاته الذاتية وصفاته الفعلية مهل الخالق والرزق والإحياء والإيماتة أو الذاتية مثل الوجه والصفات الذاتية مثل الوجه واليد نعم وأيضا نقول والتوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين توسل بالمصطفى باتباعه صلى الله عليه وسلم لا بذاته لا يتوسل الله بذات المخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم وإنما توسل إلى الله لأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نعم أحسن الله ليكم ننتقل إلى أبو عبد الله من الرياض يقول يسأل عن تفسير آيات في سورة طاها في سورة طاها يقول طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية وعن استوى الله عز وجل نعم طاها هذه من الحروف المقطعة التي تبدأ بها السور فطا هذه حرف طا وهاء حرف هاء مثل ياسين ومثل الحاميم هذه حروف مقطعة تبدأ بها السور والله أعلم بمعناها يفوّل معناها إلى الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لأنه صلى الله عليه وسلم قام على قدميه الشريفتين حتى تفطرتا من طول القيام فالله جل وعلا قال له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني بتتعب نفسك تعب غير غير ميسر فالله جل وعلا لا يحب منا أن نكلف أنفسنا وأن نشق عليها رفقا بنا ورحمة بنا نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله وهذا السائل يقول يا شيخ صالح إن عظم الجزاء مع عظم البلاء هل هذا حديث وما معنى؟ نعم هذا حديث قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فالله يبتلي عباده المؤمنين على قدر إيمانهم فهم يتفاوتون في هذا على قدر إيمانهم والله جل وعلا لا يريد منهم التعب وإنما يريد منهم العبادة مع الرفق بالنفس نعم بارك الله فيكم أبو سعيد من جزان يقول كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين أسماء الله وصفاته وهل باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ نعم الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية هذه الصفات وأما الأسماء فإنها لا تنقسم وإنما كل أسمائه خسنة سبحانه وتعالى وهي الأسماء الواردة في الكتاب والسنة مما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ما تعرف توحيد الأسماء والصفات؟ أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب كما قال سبحانه وتعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَادْعُوهُ بِهَا فَادْعُوهُ بِهَا فالله جل وعلا ينادى بأسمائه وصفاته ويتوسل إليه بها فتقول يا رحمن ارحمني يا كريم أكرمني وهكذا نعم أحسن الله إليكم محمد من جدة يقول في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وسورة آل عمران يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان ما المراد بصاحبهما وهل لابد من حفظهما نعم صاحبهما الذي يقرأهما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويتدبر في معانيهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تضلان صاحبهما من الحر ومن السموم وغير ذلك ويكون صاحبهما في ظل بارد ظل ضليل نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا عمر يقول سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن هل من قرأها ثلاث مرات يكون قد ختم القرآن لا المرات في الفضل لا في الكمية تعدل ثلث القرآن في الفضل لأن القرآن ثلاثة أقسام أخبار عن الماضي والمستقبل أخبار عن الماضي والمستقبل وأحكام في الأوامر والنواهي وعيد وتهديد للكفار والمنافقين نعم بارك الله فيكم السائل يقول هل يلزم الدعاء بأن يكون على طهرة لا ما يلزم هذا يدعو الله على أي حال كان ولكن إذا كان على طهارة ومستقبلا للقبلة فهو أفضل نعم أحسن الله ليكم هذه الأخت تسأل وتقول والدي توفي رحمه الله في شهر رمضان المبارك ولازلت أتذكره وأبكي علي فهل أنا آثمة في ذلك وهل يتأثر من البكى الله جل وعلا لا يعذب لا بدمع العين ولا بحزن القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعذب بهذا أي اللسان أو يرحم فالبكى على الميت من باب الرحمة له أو من باب فقده والحنين إليه لا بأس به نعم أحسن الله ليكم سمعت من يقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين يقول متى تكون بعد الدفن أم وقت الدفن أولا هذا الحديث فيه مقال نعم في سنده ومعنى ومعنى يقرأوا على موتاكم أي المحتضرين في حال الاحتضار فيستحب قراءتها عند المحتضر بناء على هذا الحديث وإن كان ضعيفا نعم أحسن الله ليكم أم محمد تسأل تقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء تسأل عن شرح هذا الحديث وهل يشمل أيضا النساء نعم يشمل الرجال والنساء من المسلمين الذين يتوضعون للصلاة فيأتون يوم القيامة بهذه الصفة التي يتميزون بها بين الأمم غرا محجلين والغرة هي البياض في الوجه والتحجيل يكون في الأطراف لأن هذه مواطع الوضوء نعم أحسن الله ليكم هذا السائل يقول يا شيخ صالح أرغب أن تشرح حديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى نعم هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد المسافرين بالرفق وأن يستغلوا والدلجة وهي آخر الليل لأنه وقت النشاط ويرفق بأنفسهم وبدوابهم لأن المسرع الذي لا يريح نفسه ولا يريح دابته هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لأنك دابته وتكل وتتعب وقد تموت من التعب فعلى المسلم في سفره أن يرفق بنفسه وبإخوانه الذين معاه وبالدواب التي استخدمونها ويحملون عليها نعم هذا سائد آخر يقول ما المراد بالآية وعبد ربك حتى يأتيك اليقين استمر على عبادة الله حتى يأتيك الموت وليس لعمل المسلم غاية ونهاية إلا بالموت فهو يعبد الله ويدعوه ما دام حيا ويعمل الأعمال الصالحة ما دام على قيد الحياة إلى أن يأتيه الموت اليقين يعني الموت نعم ما حكم قول بعض الناس بعد إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها لا أصل لهذا يجب تركه لأنه لا أصل له نعم أحسن الله إليكم هل يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو قبل صلاة العصر نعم المسلم الذي لا يرتبط بجماعة يصلي إلى أبرد وأما الذي يرتبط بجماعة فإنه يصلي معهم ولكن يستحب للجماعة وللإمام أن يبرد بالصلاة قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم نعم أحسن الله إليكم أبو محمد يقول أسمع عن الجمع الصوري ما المقصود به؟ الجمع الصوري المقصود به أن يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها فهو جمع في الظاهر ولكن كل صلاة في وقتها هذه في أول وقتها وهذه في آخر وقتها نعم أحسن الله إليكم يسأل أحد الإخوة عن تفسير قوله تعالى في سورة النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ يسأل بارك الله عن وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا المراد بما ملكت الأيمان المملوكين من الآدميين كالأرقاء ومن البهايم يحسن إلى ملك يمينه ولا يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق بل يرفق به نعم نعم بارك الله فيكم هل ورد حديث أن الشيطان يتبعه شيطانه هذا ما سأل عنه الأخ سعد لا أعرف هذا نعم نعم بارك الله فيكم هذا يقول هل يجوز إعطاء زوجي من الزكاة إحدى الأخوات تسأل تقول هل يجوز أن أعطي زوجي من الزكاة لا بأس بذلك ما لم يكن المقصود أن تعطيه الزكاة لينفقها عليها فإذا كان زوجها فقيرا فلا بأس أن تعطيه من الزكاة ولا تشترط أو تتطلع إلى أن ينفقها عليها نعم من يعجز عن الصيام لمرض ميؤوس منه طبيا ما هي كفارته يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف من الطعام بقوله سبحانه على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الذين يطيقونه أي لا يستطيعون الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا ويجزيه هذا عن الصيام نعم نعم سؤال الآخر يسأل عن هل يجوز أو ما حكم القطرة في الأنف هل تفطر نعم الأنف منفذ إلى المعدة فلا يقطر في عينه ولا يقطر في أنفه وقت الصيام نعم هذا السائل يقول من حلف على ابنه أن يتزوج ابنة فلان إذا وافقوا ولكن لم يوافقوا وتزوج الابن من غيرها ماذا على الوالد في يمينه ليس عليه شيء إذا ما تم الزواج بالتي حلف أن يتزوجها هو لا يملك هذا لا تنعقد يمينه على شيء لا يملكه نعم أم محمد تقول كيف أبر بوالدي بعد وفاتهما تبر بوالديها بما جاء في الحديث من الدعاء لهم تدعو لهم مع دعائك تصلي عليهم مع صلاتك يعني تدعو لهم مع دعائك وتتصدق عنهما تحج وتعتمر عنهما هذه الأعمال التي تدخلها النيابة أحسن الله ليكم هذا يقول نطلب من فضيلة الشيخ صالح تفسير لقوله تعالى تبارك وعز وجل في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما فقل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين هذه الآية بعد قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني الأذان الأخير الذي يكون بين يدي الإمام وهو جالس على المنبر قبل الخطبة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أمضوا ولا يتأخر أحد لإدراك الصلاة فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إذن من الله هذا للإباحة فالأمر إذا جاء بعد نهي فهو للإباحة العمر إذا جاء بعد نهي هذه قاعدة فهو للإباحة يباح هذا انتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله يعني بيعوا واشتروا وطلقوا الرزق نعم هذه امرأة تسأل تقول إذا لم أجد محرما لأداء الحج هل تسقط عني؟ إذا لم تجد محرما فإنها لا تنيب إذا أيست من المحرم لم يكن لها محرم وأيست من وجود المحرم وهي لم تؤدي فريضة الحج وهي قادرة بالمال فإنها توكل من يحج عنها وتدفع له نفقة الحج نعم أبو عبد الله يقول بارك الله فيكم من اعتمر في رمضان وفي شوال ويريد الحج هل الأفضل له أن يتمتع أم يفرد؟ لا إذا أدى عمرة في أشهر الحج وبقي في الحرم لم يخرج من الحرم وأحرم بالحج فإنه يكون متمتعا أما إن سافر بعد العمرة فإنه ينقطع تمتعه نعم أحسن الله إليكم هذه امرأة تقول توفي زوجي رحمه الله وصابرة هل لأجر في ذلك؟ نعم أجر الصابرين أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم السائل يقول عندي أخ توقف عن العمل ولديه أطفال وإيجار البيت هل يجوز لي دفع الزكاة له شهريا مبلغ يشبه الراتب لأجل يصرف منه ولأولاده نعم يقول لي أخ توقف عن العمل ولديه أطفال وإيجار البيت نعم هل يجوز لي دفع الزكاة له شهريا مبلغ يشبه الراتب لأجل يصرف منه ولأولاده إذا كانت المصلحة في ذلك فلا باسه بذلك يعني تخشى إذا دفعتها جميعا له أن لا يحسن التصرف فيها أو يضيعها فأحسن أنك توقتها عليه توقيتا على قدر حاجته أحسن الله إليكم هذه السائل أو السائلة تقول والدتي توفيت رحمها الله في الخامس من رمضان الماضي وكانت منومة في غيبوبة هل يجب علينا قضاء الخمسة الأيام التي أفطرتها لا إذا كانت لم تصم بسبب شدة المرض وماتت في هذا المرض فليس عليها شيء نعم أحسن الله إليكم السائل يقول ما حكم من ذبح شيء لله سبحانه وتعالى ونسي أن يذكر اسم الله عليه لا بأس بذلك إذا نسي التسمية فهي حلال لأن نيته تكفي نعم من فاته صيام الست من شوال في شهر شوال لأعذار شرعية هل له أن يقضيها في شهر ذي القعدة لا إذا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قال من شوال فلا تجزي في غير الشوال نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يقول صيام كفارة الحلف هل يلزم تكون ثلاثة أيام متتالية أم متقطعة نعم متتالية لأن الآية صيام ثلاثة أيام في قراءة متعاقبات فتكون متتابعة نعم لدي أو علي على زميل مبلغ من المال لم يشدده طوال عشر سنوات تقريبا والآن سدد هذا الدين على من الزكاة عليه هو على المدين لأن المال ماله إلى أن يسلمه للدين وإلا فهو ماله ما دام في يده فهو ماله عليه زكاته نعم أحسن الله إليكم وأثابكم وأنت تزكيه لأنه دين لك أنت تزكيه لأنه دين لك نعم زوجي توفي قبل شهر تقريبا ولدي بنت صغيرة هل يجوز لي الخروج لشراء بعض الحوائج للبيت وللبنت وكذلك الكشف عليها في المستشفى؟ نعم المحدة التي في عدة الوفاة لها أن تخرج لحاجتها في النهار لحاجتها في النهار لا بد من شرطين أن يكون خروجها لحاجة وأن يكون ذلك في النهار نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما معنى هماز مشاء بنميم؟ نعم المحدة الذي يهمز الناس احتقارا لأحد مشاء بنميم يعني يسعى في النميمة بين الناس فيذهب إلى شخص يقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا ثم يذهب إلى الثاني ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا ليجلي أن يفسد ما بينهما من المودة والصحبة نعم أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول أنا علي أيام من شهر رمضان المبارك وأرغب صيام الست من شوال فبماذا أبدأ وهل الأفضل أن أبدأ بالقضاء أم صيام الست يبدأ بالقضاء بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه سام رمضان وأتبعه ستا من شوال فلابد من صيام رمضان أولا ثم يأتي بصيام الست في شوال نعم هذا يقول بارك الله فيكم أديت العمرة ولم أحلق الشعر إلا في جده وكنت بلباس الإحرام لم أخلعهما الحكم لا بأس بذلك الحلق يجوز في أي مكان أو خاص بالحرم الحلق يجوز في أي مكان نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذه إحدى الأخوات تقول هل ينزم المرأة تقبيل الحجر الأسود رغم الزحام لا لا يجوز لها ولا للرجل الزحام على الحجر الأسود بل إن تمكن من تقبيله قبله وإن لم يتمكن فإنه يمسه بيمينه فإن لم يقدر على هذا ولا هذا فإنه يشير إليه إذا حاذاه ويكفي هذا في كل شوط نعم يقول بارك الله فيكم أنا رجل كبير في السن وفي الطواف لا أستطيع المتابعة ولكن أرتاح بين كل شوطن والشوطن نحو خمس دقائق هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء والحمد لله نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول والدتي في الحداد هل الزعفران ممنوع عنها؟ نعم الزعفران نوع من الطيب فلا تشربه مع القهوة أو تستعمله لأنه نوع من الطيب نعم في ختام هذه الحلقة بارك الله فيكم هذا أحد الأخوة يقول لو وجهتم لو كلمة مختصرة للشباب في هذه الإجازة واستغلالها بما ينفع وخاصة المحافظة على الصلاة نعم ننصح شباب المسلمين المحافظة على طاعة الله عز وجل ولسيما الفرائض وفي أوقاتها ولأن هذا واجب عليهم وفرض عليهم فلا يستغلوا الإجازة لإضاعة الصلاة تأخيرها عن أوقاتها أو ترك صلاة الجماعة عليهم والذينهم على صلاتهم يحافظون على صلواتهم يحافظون فيجب المحافظة على الصلاة يجب على المسلم أن يحافظ على صلاته الصلاة تأتي بعد التوحيد بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الثاني من أركان الإسلام نعم جزاك الله خير وبرك الله فيك وفي علمك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك الإسلام والمسلمين وأن يمتعك بالصحة والعافية جزاك الله خير يا شيخ صالح وأيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح جزا الله الشيخ الرجزاء ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأيضا أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي وفي كل مكان نستودعكم الله إخوة الإيمان على أمل أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم إن كان في العمر بقية وفي الختام هذه التحية من الزملاء سلطان العتيبي من الإخراج وكذلك محمد الحامد من التنسيق ونشكر باسمكم جميعا أيضا زملائنا في تلفزيون الطائف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر